بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نارده إن شاء الله نشرح مع بعض ملخص لأحداث الفصل الرابع عشر من القصة زي ما احنا عارفين في الفصل اللي فات ان عقبة اختار مكان شرق مدينة صبيطلة مكان كان مليء بالسباع والوحوش والأفاعي وقرر هو وجنود ان هما ينظفوه ويبنوا في مدينة القيروان وهي أول مدينة تبنى في هذه الأراضي عشان يجتمع فيها الناس والجيش وتكون مكان لتدريباته وتجهيزات الجيش الإسلامي تعالوا بينا نشوف أحداث الفصل ده تولى مسلمة ابن مخلد الأنصاري أمر مصر فأول قرار خده انه يعز العقبة عن قيادة الجيش وقال ان سبب كده هو انشغال عقبة بانه هو يبني القيروان لمدة خمس سنين وبعده عن الفتوحات وعين مكانه ابو المهاجر ابن دينار لكن في الحقيقة ما كانش ده السبب الحقيقي اللي خلى مسلمة يعزل عقبة لكن السبب انه عقبة كان بيترفع وبيعتز بنفسه وده اللي ما خلاش مسلمة يرضى عنه فقرر انه يعزله لما جاء ابو المهاجر ابن دينار الى عقبة في مقر القيادة يبلغوا بنبأ العزل حاول يشرح له لكن عقبة تلقى الامر بهدوء لم يثر ولم يعترض ولم يغضب وكمان نظر الى ابو المهاجر ابن دينار نظرة استهزاء ده اغضب ابو المهاجر منه وقرر انه هو يسجنه لما الخليفة معاوية بن ابي سفيان عرف بالامر ده افرج عن عقبة واعتذر له ووعدوا انه يرد اعتباره وعقبة في الوقت ده رجع مرة تانية الى مصر وعكف من جديد على التفقه في الدين وصبر على المحنة سبع سنوات دعا خلالها عقبة ربه انه يمكنه من ابو المهاجر اللي سجنه بدون اي ذنب وابو المهاجر عرف بدعاء عقبة عليه فضل خايف لانه عارف انه عقبة مستجاب الدعاء تدريبات سؤال كيف تلقى عقبة نبأ عزله عقبة تلقى نبأ العزل بصدر واسع ما زعلش وما تضيقش وما اعتردش السؤال التاني ما هو رد فعل عقبة عندما اراد ابو المهاجر ان يشرح سبب العزل طبعا قلنا ان عقبة نظر في سخرية الى ابو المهاجر لانه عارف في قرارة نفسه انه واحد من اكفأ قواد المسلمين وان في اسباب نفسية وراء عزله سؤال بعد كده ما هو رد فعل ابو المهاجر اذا اتصرف عقبة طبعا ابو المهاجر لما شاف ان عقبة بينظر اليه باستهزاء وسخرية امر بتقييده والالقاء به في احد السجون كده نكون انتهنا بفضل الله من شرح الفصل وحل تدريباته اسأل المولى عز وجل ان ينفعني وانياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم كان معاكم استاذ هيثم المصري اشتركوا في القناة